أهلاً عزائي مشاهدين في قناة تحليل الشطرنج 64 نعطي في هذا الفيديو ثلاثة تمثلة لحالات يقوم فيها اللاعب الأبيض بتهديد أحد قطع اللاعب الأسود وبدون حساب الاحتمالات يقوم اللاعب الأسود بحماية هذه القطعة بقطعة أخرى إلا أنه كان من الأفضل أن تبتعد القطعة المهددة عن الخطر بدلاً من حمايتها حيث يتمكن اللاعب الأبيض من الفوز بمكسب مادي ومع أنه لا مانع في الشطرنج من حماية قطعة مهددة بقطعة أخرى إلا أنه في بعض الأحيان يفضل ابتعاد القطعة المهددة تجنباً للخسارة المادية نبدأ بالمثال الأول دور اللاعب الأبيض يقوم بتحريك الحصان E4 إلى D2 ويهدد الفيل C4 بعد ذلك تحرك الحصان D5 إلى B6 ومع أن هذه الحركة تحمي الفيل C4 إلا أنها حركة خاطئة حيث يتحرك الفيل E1 إلى F2 ويهدد الحصان B6 ولا توجد طريقة لحماية الحصان B6 وسيخسر اللاعب الأسود الفيل C4 أو الحصان B6 ننتقل للمثال الثاني دور اللاعب الأبيض يقوم بتحريك الحصان C4 إلى B6 ويهدد الفيل D7 بعد ذلك تتحرك القلعة F8 إلى D8 ومع أن هذه الحركة تحمي الفيل D7 إلا أنها حركة خاطئة حيث يتحرك الفيل C3 إلى F6 وسيخسر اللاعب الأسود إما القلعة D8 أو الفيل D7 ننتقل للمثال رقم ثلاثة دور اللاعب الأبيض يقوم بتحريك الفيل E2 إلى F3 بعد ذلك يتحرك الوزير الأسود إلى B7 ومع أن حركة الوزير الأسود تحمي الحصان D5 إلا أنها حركة خاطئة حيث يتحرك الوزير الأبيض إلى D4 كش ملك؟ يبتعد الملك عن التهديد بعد ذلك يأكل فيه الأبيض حصان D5 وأخيرا يبتعد الوزير الأسود عن التهديد ويتقدم اللاعب الأبيض بثلاث نقاط حسنا وصلنا لنهاية هذا الدرس ولكن تذكروا حاولوا أن تدربوا أنفسكم على اكتشاف هذا التكتيك في ألعابكم أتمنى أن يكون قد عجبكم المقطع ولا تنسون شير وسبسكرايب ولايك كما يمكنكم متابعتنا على حساب الإنستغرام تحديد الشطرينج 64 شكرا على المتابعة وأراكم في مقطع قادم بإذن الله